اشتركوا في القناة الزراعة في العالم كله كان لنا فيه طبعا مشاركة مصرية كبيرة جدا خلونا نعرف شوية بس معلومات عن يعني تصدرنا أو صدراتنا الزراعية إلى أوروبا احنا تقريبا بنصدر من 45% ل 70% من صدراتنا من الفكهة رايحة لأوروبا 10% من صدراتنا الزراعية رايحة لألمانيا تحديدا طبعا ده إذا استبعدنا القطن المعرض ده زاروا حوالي 78 ألف زائر السنة دي طبعا كان يوم 6 و 8 فبراير 73 شركة مصرية شاركت في هذا المعرض على مساحة 1390 متر مربع حضر افتتاح هذا المعرض السفير بدر عبدالعاطي رئيس المكتب التجاري وفد من النواب وطبعا رجال هذه الصناعة والزراعة والمصدرين طبعا دي المعرض العشرين اللي كانت بتشارك فيها مصر في هذا المعرض ما عرفش زبراءنا في كنترول لو عندهم صور لهذا المعرض ينزلوها للجناح المصري هذا الجناح طبعا معني بموضوع التصدير والتعبئة والتغليف والشحن بالاضافة الى الخطوط التجارية والملاحية كلها كانت متواجدة بالاضافة الى الوجستيات الزراعة والادوات الجديدة وخطوط الرأي الجديدة كل حاجة بصراحة كان القائمين على هذا المعرض 3 جهات مصرية اساسية الهيئة تنمية الصدرات الزراعية المصرية بالاضافة الى المجلس التصديل للحاصلات الزراعية والغرفة العربية الألمانية طبعا كان في بعض الاخطاء في السنة اللي فاتت لكن تلافوها بشكل كبير جدا وكل اللي اشتركوا في هذا المعرض اشاروا واشادوا بالتنظيم المحترم جدا كان فيه فكرة تسويقية للجناح المصري هيلة وهي اللوجو بتاع الجناح المصري كان موجود على تاكسي العاصمة في برلين طبعا فيه بعض المشكلات تخطناها كانت فيه مشكلات السنة فات في الترقيم واللوحات والديكور لكن السنة دي كان كل حاجة اكثر من رائعة واكثر من ممتازة الاماكن حتى كل العارضين كانوا عارفين اماكنهم قبل المعرض بشهر مش زي السنة اللي فاتت وكانت حاجة فعلا مشرفة جدا بسعيدنا النهاردة وجود ضيف مهم جدا وقامة علمية قبل ان يكون ديفي العزيز الاستاذ الدكتور اشرف محمود المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل المتبقيات الخاصة بالمبيدات والعناصر السقيلة برحمة حليك اهلا وسهلا وحمد الله على السلامة عودتك سالما الى ارض الوطن طبعا انا عارف ان حضرتك كنت مشارك في هذا المعرض وانا بقدر ان نهاردة مجيئك اهلا سهلا بك عايز اعرف حضرتك اكثر ما لفت انتباهك في معرض فروت لوجستيكا السنة دي معرض فروت لوجستيكا اكثر ما لفت انتباهي الاول حاجة الوجوه الجديدة من المصدرين ده دليل ان سوء التصدير ندخل فيه وجوه جديدة كتير جدا وكانت حريصة جدا ومتحمسة جدا بجانب الجوجوه القديمة اللي هم كبار المصدرين ده بيخليني اعتقد ان لو انتجنا احنا وصلنا لغاية 5.7 مليون طن زراعة او مواد زراعية خضر وفاكة يعني بسهولة جدا ان احنا هنوصل للستة مليون طن السنة دي في 2019 ان شاء الله لما ديجي نحسن الحاجة التانية دخول بعض المحاصيل الجديدة زي الخرشوف زي الرمان مثل هذه البتنجان الحاجات دي طبعا ودخلها في حد ذاته طبعا بغير المحاصيل الاسئلة اللي هي الفراولة والبرتقان او الموالح واللمون والبطاطس بصل كل الكلام ده فده هيخلينا عامل مبشر جدا ان احنا نقول ان صادراتنا هتزيد ان شاء الله طبعا ده كان اكتر حكتين لفت ونظري في السوق في المعرض من السنة دي طيب يعني حضرتك برضو زورت الاجناحة المختلفة اه طبعا يعني هل حضرتك شفت السنة دي يعني التواجد المصري كان تواجد احترافي يعني بمعنى ان الناس اللي وقفة بتعرض البضاعة بتاعتها كانت بتتمتع بالمظهر اللائق بتتكلم لغة انجليزية بشكل كويس قادرين يعرضوا بشكل منظم او يعني اوفيشيال زي ما بيقولوا النظام المتعارف عليه في العالم كيف كان تواجدنا المصري اولا كان فيه تهافت على الجناح المصري بالذات ودي كانت فيه حاجة حاجة سعيدة جدا طبعا كل الجهات كانت اللي هي حتى اللي هي مثلا المجلس التصديري كمعية هي مش عارف يعني رؤوس اصحاب البزنس بتوع تصدير الخضار والفاكة لانهما كانوا يعني متحمسين جدا اولا وبيجيدوا استقراء السوق فطبعا كان متوقع او كان متوقع التهافت على البضاعة المصرية نظرا لسعرها المعقول وجودتها العالية لدرجة ان هي كانت بتنافس اعرق الدول اللي موجودة في اوروبا مثلا زي اسبانيا مثلا يعني البرتقان المصري كان ينافس لسبب بسيط البرتقان المصري بتاعنا اولا بيتمتع بعد عمليات اللي بيتم ممارستها عليه في المحطات بجودة المنتج زائد السكر نسبة السكر عالية فيه مرتفع فيه فبيفضلوا المستهلك وده كان اساس مفهوم التهافت طب ده شيء عظيم وشيء مبشر لان انا يعني كان يهمني ان الطلب يكون على المنتج المصري للمواصفاته مش فقط للميزة الترافوسية اللي احنا بنتمتع بيها في الجو لان احيانا السوق بيعتش برة فما بيلوش غير مصر عشان احنا بنطلع المنتج فيه وقت معين لكن انا سعيد ان احنا بتتكلم عن المواصفة المصرية عجبة برة اه طبعا عجبة برة انا سعيد انا سعيد وهي الدخلة في الفترات البينية لبعض الدول فبالتالي احنا مرشحين وبقوة ان احنا نحل مثلا محل جنوب افريقيا فيه بالنسبة لأفريقيا ككل طبعا ده شيء عظيم وشيء هايل عايز اتكلم حددك عن برضو يعني موضوع مهم جدا وهو الغذاء الامن سواء كنا هنتكلم عن المحاصيل اللي بنصدرها او غذاء المصريين لكن عايز الاول اركز على موضوع تصدير عشان ده موضوع احنا محتاجينه بشكل كبير انا عندي ايمان طبعا ان الحاصلات المصرية هما عندهمش عواطف يعني ما ليش دعوة بقى دي مصرية ومن بلد الفراعنة راجل بيتكلم عن مواصفة وبيتكلم عن امان فايه هي حضرتك يعني ما يميز من المحاصيل المصرية من معايير الامان الدولية وخصوصا ان احنا يعني مش عايزين نسمع عبدا ان احنا عندنا محصول تم رفضه او محصول تم مانعه هل عندنا هذه الثقافة دلوقتي طبعا بص حضرتك دلوقتي احنا في جهات كتير غير المعمل المركزي في وزارة الزراعة بتراقب هذا الموضوع وبتحاول ان هي تدي احسن حلول لي المعمل اولا لا يأخذ عينات ولكن الحجر الزراعي هو الذي يتم سحب العينات بوسطته وبعد كده المعمل بيستقبل العينة المقبول طبقا للستاندرد الاوروبي انا بعديه وطبعا مفيش شك ان فيه مرفوض لكن مش بنسب قليلة طبعا احنا بنرأي بكل ما هو الى يصدر تقريبا كل ما يصدر كل ما يصدر لكن في بعض المحاصيل اللي تمت عليها بروسسنج او اضافات او شبه اضافة ما بيجناش طبعا الحجر الزراعي هو الاداة بتاعتنا او الايد بتاعتنا اللي بيجيب لنا العينات طبعا العينات بتدخل في واحنا معمل معتمد الحمد لله من عشرين سنة بنمارس متبقية الموبيدات وبنمارس تحليل متبقية الموبيدات وعناصر ثقيلة في كل انواع الغذاء وحتى الغذاء سوى الاصل النباتي او الاصل الحيواني بنمارس مثلا الفود اداتف زول افلاتوكسينات على كل الحبوب والنوتس مثلا بنمارس المايكروبيولوجي والفيروسيز على كل المنتجات المصرية التظيفة بنمارس كل الديوكسينات والبي سي بيز اللي هي الارجانوكلورينز عموما لكن جنب التحليل في سياسات معينة بتعملها مثلا لجنة الموبيدات لجنة الموبيدات السنة دي هتطلع كتاب التوصيات بالPHI او الPost Harvest Interval فترة الامان قبل الحصد عشان نقول للفلاح ده هو بقى الارشاد الحقيقي وطبعا الكلام ده بيوزع على من اول التاجر لغاية المستهلك في الجماعيات الزراعية لغاية كافة المتعاملين مع الموبيد ده بالاضافة ان احنا قللنا جدا الموبيدات اللي هي High Risk زائد ان احنا قللنا جدا الموبيدات اللي تم التنويح عنها في الاتحاد الاوروبي مثلا ان هي Endocrine Disruptor فيها مشاكل دي براش بالضبط طبعا ايزا ارجع للنقطة مهمة بس كمان مش بس الموبيدات لكن احيانا بنتكلم عن بعض المخصبات اللي ممكن تعمل لنا مشاكل في التصدير وهي انا بعتبرها متبقيات هل ده صح ولا غلط بس ما ضبط يعني احنا دايما هم بيخافوا من المتبقيات لكتر استخدام المخصبات مثلا فمن حل المثلا احنا النيتريت والنيتريت علشان نشوف نسبتهم فيه وده له ستاندرد انا ما بفتيش انا عندي ستاندرد اوروبي باشي عليه لو تعدى هذا الستاندرد العينة بترفض والعينة بتدخل عندنا بدون اسم مكودة مكودة انت مش عارف دي راحة فيه مش عارفة راح ده بتعمين وده بتعمين لا تظهر النتيجة عينها ظهور النتيجة وطبعها على الورق المؤمن مهم بنعرف دي تاعت مين طبعا على طول بتوجه للحجر الزراعي في حالة الرفض لا يمكن استلامها هو في ايده لكن بيبلغ بيها الحجر الحجر العينات المقبولة للكلينت او للعملاء بتوع المعمل الحق في الحصول على الشهادة طيب كويس جدا انا عايز اتكلم عن نقطة يعني انا يمكن فيه خبر اريته في احدى البرامج اللي بقدمها في قناة مصر الزراعية بيتكلم عن ان الوزارة بتريت تاخد عينات من السوق المصري وتبتري تحل الغذاء بتاع المصريين في الاسواق المصرية باعتبر برد المصريين لهم الحق في غذاء اامن فهل لي المعمل لحضرتك بتشرف بقيادته طبعا معمل المتبقيات علاقة بهذا الموضوع طبعا احنا من سنة من اكتر من سنة بنعمل هذا العمل للسوق المصري على مستوى السنة دي بقى 15 محافظة ضفنا لهم سواج كل سنة بناخد عبارة عن 25 محصول لأكتر من 17 سوق مركزي لأكتر من 16 او 15 محافظة الزراعية كل الكلام ده بيترجم الى تقارير سنوية هذه التقارير ترفع الى لجنة الموبيدات ومن لجنة الموبيدات ملخصها بيطلع لمعالي الوزير وبناء عليه بيتم اتخاذ قرارات خاصة بالموبيدات من نواحي التسجيل او ضبط تون الموافقات الاسترادية للموبيدات على اساس هذه التقارير فطبعا في موبيدات قديمة ارجو من الفلاحين ان هم يتخلوا عنها لان ظهرت موبيدات جديدة احدث اه غالية شوية في السوق ولكن البي اتش اي بتاحها منخفض جدا اكثر امانا على الصحة وعليه هو نفسي فانا مش بقول على موبيدات بعينها لكن بلاش الموبيدات القديمة لان الموبيدات القديمة فترة البي اتش اي بعتها طويلة واحيانا مفن برضو بيكون موبيدات جديدة لكن بيحصل سوء استخدام يعني الجرعة مثلا 50 جرام على الميت لتر ماية يحط 200 جرام على الميت لتر ماية بصا حضرتك احنا حتى بنعمل البي اتش اي قليل فبيتكسر بعد يوم مش هيلاقيها بالزبط فطبعا حتى لو هو زود في الكرعة اللي انها عارفين تجاوز الجرعة من قبل الفتي مع الفلاح ايوه ايوه مجراش حاجة مجراش حاجة حضرتك حطيتك على الزرار يعني لا 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 عادي ما فيش مشكلة ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان نفوت الفرصة على حتى المتجاوز وكمان في عندنا حلول انا ما بقولش ان انا قاعد من الناس يعني مثلا الجوافة كلنا سمعنا عليها مشاكل السنة دي عملوا كلها مركزات مجرد البروسيسنج بتاع او التعامل مع المحصول التخليل والعمل المرباط واضافة الخل والملح كل ده بيعمل لنا الممارسات دي بتقلل طبعا متبقيات الموبدات طبعا احنا شايفين السوق المحل كله ما اعتقدش ان هو فيه مشاكل جمع يعني لكن قادرين ان احنا نتغلب عليه طيب ننتقل لبوضوع مهم جدا وهو المشاركة يمكن اللي حديك شاركت فيها في المؤتمر الدولي الاول لسلامة الغذاء في قارة افريقيا المنعقد بأديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الافريق اللي هي الترأس وجمهورية مصر العربية حاليا عايز اعرف من حضرتك فاندم برضو اهم ما يعني خلصنا به من هذه المشاركة وانا يعني واثق انها اكيد كانت مشاركة فعالة وحضراتكم كنتم بتتكلموا فيها عن موضوع عن عدة محاور تمكين المستهلكين لاختيار الغذاء الصحي ودعم النظم الغذاء المستدامة محور عبء الامراض المنقولة عن طريق الغذاء الغير الامن وفوائد الاستثمار في الغذاء بالاضافة الى فوائد الاستثمار في الغذاء ومحور تنمية قطاع الثروة الحيوانية عايز اتحرف من حضرتك على هذه المشاركة وعادية المحاور الثلاثة بص حضرتك هو طبعا في ظل استلام مصر رئاسة الاتحاد الافريقي فمصر قادرة تماما ان هي تقود افريقيا في هذا المجال على كافة المستويات انا مش عايز اقول لحضرتك على مستوى معين الزراعي طبعا ده كان بعد تعليمات السيد الاستاذ الدكتور عز الدين وستيت ان المشاركات الافريقية نحن نشارك في افريقيا على كافة المستويات طبعا الزراعية ده خلا الوزارة تطلع قرارات وزارية ليا والدكتور علي سليمان والدكتور ايمان سالم حتى شارك معنا الدكتور حسين منصور اللي هو رئيس سيئة سلامة الغزاء ده بالاضافة لللواء اشرف عفيفي اللي هو ماسك الهيئة العامة لمواصفاته المقاييس من وزارة الصناعة والتجارة فكان وافضي محترم جدا وده كان على هامش المؤتمر ده كان على هامش استلام مصر مصر الاتحاد الافريق في الاول طبعا كانت كلمات ترحيب للوزراء والناس اللي هم لهم باع طويل في مشاركات في هيئة سلامة الغزاء حتى انا استغربت ان مثلا السعودية مشتركة وبحرين مشتركة دول اخرى مش افريقية مش افريقية موجودة في المؤتمر والصين وامريكا والجمارات بحرين والصين وامريكا بيعتبرهم اكتر الدول تعداد للسكان ولهم خبرة وباع طويل في مجال سلامة الغزاء فكان فرصة طيبة جدا اول حاجة للتعباد والخبرات وكمان احنا كان علينا حدق كبير جدا ان احنا قلنا لهم ان كافة التدريبات لان احنا فزنا كوزارة الزراعة مع مركز التحليل المتبقيات المبادات احنا ومعهد صحة الحيوان كلهم في تخصصه بتخصصاتنا كلها ان احنا نضرب الافرقة ازاي يضبطوا كمان المعامل بتاعتهم سواء عن طريق العينات اللي احنا بنرسلها لهم مقارنات بين المعامل بتاعتنا ومعامل او سواء استقدام فرق افريقية من كافة الدول الافريقية تيجي تتدرب في المعامل بتاعتك وده طبعا كان يعني احنا كان فيه ترحيب شديد بمصر وكانت لها طبعا كلمة احنا فضلنا ان هو يقولها الدكتور حسين علشان هو اكبر سندا في الوافد المصري وكننا متحمسين ان احنا نقدم اي شيء تطلبه القارة الافريقية طبعا بعد كده تم استعراض تجارب الدول الاخرى خاصة الدول ذاتة تعدادا تعداد سكان كبير كبير جدا فطبعا احنا شفنا هذه التجارب وهي تجارب رائدة فعلا وطبعا هو قالوا ان احنا ده مجرد مؤتمر اولاني للتعارف والتبادل الخبرات وعنبعت لكم شوية وفود من بعض الدول التي تطلب في عندنا تنزانيا وانجولا والحيطة اللي فيها تبادل تجاري مع مصر وانا لو ما فيش مشكلة اي وقت نظموها طبعا اتحاد الافريقيا يتحمل مصاريف انتقال والاقامة بمصر احنا هنتحمل التجارب باسعار مخفضة وده نعمل الدعم ده هايل جدا وده لا يعني فقط ان احنا بنقوم بالريادة ولكن فكرة تأمين الدول اللي جنبنا او ان عندهم ثقافة ده بعد امن غذائي لنا بالزبط لان طول ما الدول دي استروا الحيوانية سليمة فيها انا مش هتتنيل لي امراض طول ما الدول دي عندها ثقافة كويسة انا لا هصدر لهم امراض ولا هجيب من عندهم امراض وحنبقى كلنا نقدر نتباتل الغذاء بشكل امن لا وفيه ثلاث محاور اساسية تناولها المؤتمر اول حاجة تسقيف المستهلكين وعمليات الشفافية بين الحكومات والمستهلكين للغذاء بطبع الحال في معلومات بتكتب على الغذاء والما هذه المعلومات لازم تكون صحيحة ولازم يكون الغذاء مؤمن تأمين كامل وكمان هم خايفين من المايكروبولوجي اكتر من اي نوع من الانواع التلاوث الكيمياء وفعلا المايكروبولوجي واخد اهمية عندنا في المعمل كبيرة واحنا بننبي كل الطلبات وجانا وفود من الاتحاد الاوروبي عليها والحمد لله جاوبنا معظم الايجابات واحنا في اطار اجابة على اي سؤال تالت حاجة كانوا بيشجعوا الاستثمار في الغذاء بقى الامن ده لان الغذاء الامن ده هيوفر الاموال ويكافح الفقر بالنسبة مثلا للدول التي تعتمد وكان بتعتمد على تصدير الغذاء فطبعا الباكتجين كان مهم جدا عدم تعرض الغذاء لأي نوع من انواع الباكتيريا او المايكروبس او الفيروسز اللي هي قد تعوق هذه التجارة زاء التشجيع ان احنا نستثمر في هذه التجارة ده في حد ذاته عودة مصر مرة اخرى اعتقد ان ده اكبر مكسب بهذا التمثيل المشرف وبهذه المعلومات القائمة اللي حالك بتقولها وبهذا التبادل في الخبرات بيننا وبين افريقيا عودة مصر شيء جميل هي قدرة تماما قوة جناحنا في فروت لوجستيكا هذا التواجد في اثيوبيا موجود مثل هذا المعمر وموجود مثل هذه القامات العلمية المحترمة زي حضرتك زي كل العاملين معاك ده شيء بيشرف كل مصري وهم دول ولاد البلد سعيد جدا بوجودي مع حضرتك سعيد جدا بكل الكلام اللي انت قلته انا شخصان استفدت منه اتمنى ان كل الناس كمان يكونوا استفادوا منه اتمنى ان هذه الثقافة والغذاء الامن تتوفر لدى مزارعينا ومستهلكينا ومصدرنا ومستوردينا كمان لشان يجبروننا غذاء اامن شكرا شكرا جزيلا دكتور اشرف محمود المرصفي شكرا دكتور اشرف محمود المرصفي نورنا في هذه الفقرة وهو مدير المعمل المركزي لتحليل المتبقيات الزراعية والمعادن الثقيلة نورنا في هذه الفقرة هنطلع فاصل ونرجع برضو نستكمل كلامنا عن الغذاء الامن وعن المخصبات الامنة والطبيعية ولكن في تقرير اول عن موضوع حب الرشاد خلانا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية تابعنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة